قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لوكان يوم الجمعة إن الصين والولايات المتحدة اتفقت على عقد الجولة الأولى من الحوار الأمني الدبلوماسي بين البلدين يوم الأربع المقبل في واشنطن وفقا للتوافقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين رئيسي البلدين في منتجع مالاغو ووفقا للمناقشات المشتركة فإن الجولة الأولى من الحوار الأمني الدبلوماسي بين الصين والولايات المتحدة ستعقد في واشنطن في الحادي والعشرين من يونيو وسوف يرأس عضو مجلس الدولة الصيني يانج جي تشي هذه الجولة من الحوار المذكور مع وزير الخارجية الأمريكي ريك ستيلرسون ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وسيحضر الحوار أيضا فانغ فونغ هوي رئيس إدارة الأركان المشتركة التابعة للجنة العسكرية المركزية بحلول ذلك الوقت سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية الأمريكية وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك إن الصين مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل دفع الحوار لتحقيق نتائج إيجابية